ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك بسم الآب والابن والروح القدس إلها واحد أمين تكلمنا في الحلقة الماضية عن عيد الميلاد المجيد في قوانين الكنيسة تكلم اليوم عن عيد الغطاس المجيد الذي نسميه عيد الأبي فنية أي عيد الظهور الإلهي حيث كان السيد المسيح غاطسا في نهر الأردن وصوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت والروح القدس نازلا عليه مثل حمامة كما جاء في إنجيل معلمنا متة الصح 3 فتنص الدسقولية في الباب السامن عشر عن هذا الإعلان الإلهي فتقول ومن بعد ذلك فليكن جليلا عندكم عيد الأبي فنية أي الظهور الإلهي لأن فيه بدأ الرب يظهر لاهوته في المعمودية في الأردن من يوحنى وتعملونه في اليوم السادس من الشهر العاشر الذي للعبرانيين الذي هو الحادي عشر من الشهر الخامس الذي للمصريين وهو شهر طوبة وهنا نلاحظ أن ارتباطا بعيد الميلاد هناك أعياد تأتي سابتة في مواعيدها كما جاءت عيد الختان يأتي في اليوم الثامن من الميلاد كما حدث الختان بعد ميلاد المسيح عيد البشارة يأتي قبل الميلاد بتسعة أشهر فيكون في تسعة وعشرين برمهات بصفة سابتة عيد البشارة تسعة وعشرين برمهات وعيد الميلاد تسعة وعشرين كياك وعيد الغطاس ستة طوبة حسب ما جاء في قوانين الكنيسة وفي القانون ستة وستين من الكتاب الأول للأباء الرسل وضح أيضا وبيّن كعيد الميلاد أن يكون هناك عطلة أو احتفال بهذه المناسبة الروحية فيقول القانون لا يعملون أيضا في حميم الميلاد والغطاس لأن في ذلك اليوم ظهر ظهور لاهوتية المسيح إذ شهد له الآب ونزل عليه الروح القدس يبقى أنا نجد أن قوانين الكنيسة مركزة على أمور هامة مركزة على تاريخ المناسبة في العيد وسبب هذه المناسبة وضرورة الاحتفال بهذه المناسبة في هذا القانون في الميلاد هكذا وأيضا في الغطاس نأتي إلى عيد القيامة المجيد عيد الميلاد كان مرتبطا بتقويم وعيد القيامة مرتبط بعقيدة عيد القيامة مرتبط بعقيدة لأن المسيح له المجد صنع الفصح ثم صلب وقبر وقام وهذه القيامة هي فصحنا الجديد والقوانين الكنيسية كما أمرت كما مر علينا في الحلقات الماضية أن لا نعيد عيد الفصح مع اليهود أن لا نأكل من فطائرهم مناسبة دينية خاصة بالفصح الجديد وهو قيامة السيد المسيح له المجد ولذلك نقرأ في القانون الواحد والثلاسين من الدسقولية في الباب واحد وثلاثين يجب عليكم يا إخوتنا الذين اشتريتم بالدم الكريم الذي للمسيح أن تعملوا يوم الفصح وهو القيامة بكل استقصاء واهتمام عظيم من بعد طعام الفطير الذي يكون في زمان الاعتدال الربيعي الذي هو 25 برمهات تحفزوا أن تعيدوا مع اليهود لأنه ليست لكم معهم شركة ثم أن عيد القيام القيامة الذي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح تصنعونه في يوم من أيام لا تصنعونه في يوم من الأيام البتة إلا يوم الأحد لا غير يبقى يبقى أن ابتدى القانون يظهر لنا في قعدة عيد القيامة أمرين هامين يظهر لنا أن عيد الفصح المسيحي القيامة لا يأتي مع عيد الفصح اليهودي والأمر الثاني أن يكون عيد الفصح الذي هو عيد القيامة ليس في أي يوم من أيام الأسبوع بل في يوم الأحد ويكمل القانون أن لا يكون يوم من الأيام البتة إلا يوم الأحد لا غير الذي أنه لا يجوز أن نعيد به في يوم من أيام الأسبوع غير الأحد ويكمل الآباء الرسل يكون صومكم في ثاني الأسبوع وتنظرون وقت صياح الديك باكر أول السبوت الذي هو يوم الأحد وتكونون ساهرين الليل إلى وقت صياح الديك ده على عيد القيامة وأنتم مجتمعون في الكنيسة تصلون وتتضرعون بصهر لأجل هذا إذ قد قام الرب اسعدوا أنتم أيضا قرابينكم الذي أمركم به على أيدينا قائلا هذا افعلوه لتذكاري ثم حلوا صومكم وأنتم مسرورين أتينا في هذا القانون إلى الأمر الثالث أو القعدة الثالث أنه لا بد أن يتم فتر عيد القيامة بعد الساعة 12 حتى يكون في اليوم الجديد الذي هو يوم الأحد يعني سلاسة أمور واضح هذا القانون الأمر الأول أن لا نعيد مع فصح اليهود والأمر الثاني أن لا يكون عيد القيامة إلا في يوم الأحد والأمر الثالث أننا نصلي ليلا ولا يكون الإفطار إلا مع بدء اليوم الجديد بعد الساعة 12 فأنتم مسرورين في القانون 65 من الكتاب الأول للأباء الرسل عندما تعرض الأباء الرسل للأجازات الذي أشرنا إليها يقول أيضا ولا يعملون أيضا في أسبوع البسخة العظيم ولا في الأسبوع الذي يأتي بعده الذي هو العيد فالأول صلب الرب فيه والآخر قام فيه من الموت إذ ما هي الحاجة إلى أن يعملوا أنه مات وقام من الموت بدون عطلة يعني هنا محتاجين للأجازة للأجازة والعطلة احتفالا بالبسخة وعيد القيامة المجيد ونشكر ربنا أن الدولة في عدالتها ومواطنتها نظرت إلى هذا الأمر وهذه الأعياد تأخذ أجازات رسمية في الدولة ويظل الأمر متعلقا بنا كمسيحيين كيف نقدس هذه الأعياد وهذه الأيام التي تكون يوم عطلة ويوم أجازة موضوع هذا القيامة أسير مرة في عصر القديس بولي كاربوس أسقف أزمير والمرة التانية أسير في مجمع نقيا المسكوني سنة 325 وطبعا الحكماني متوافقان بالقطع في تعاليم الكنيسة القديس كبولي كاربوس أعلم أن الاحتفال بذكر الصليب يكون يوم 14 نيسان العبري وعليه يكون عيد القيامة يوم 16 نيسان وبذلك يكون هذين التاريخان مطابقين للتاريخ الذي تم فيه الصلب والقيامة كتاريخ ولكن فيما بعد علم أساقف تروميا أن لا يكون لابد أن يكون العيد بالصلب يوم الجمعة والعيد بالقيامة يوم الأحد ذهب القديس بولي كاربوس والتقى مع الأسقف نيثو نيسوس وتفاوض معه في هذه المسألة واللقاء أتى بفائدة في ختام القرن الثاني أصر الأسقف فيكتور أسقف روميا على ضرورة إكبار أساقفة ومسيحي آسيا الصغرى على الاحتفال بهذه المناسبتين يوم الجمعة ويوم الأحد مع الاستمرار الصوم الذي فيه تذكار القيام فلما أصرت الكنائس أن لا تغير عادتها هددهم الأسقف فيكتور بالقطع من الشركة ولكن كنيسة أزمير اللي هو القديس بولي كاربوس حقدت مجمعا من خمسين أسقف وقرر أن الأسقف فيكتور ليس له الحق في هذا التهديد الذي وجهه وظلت المشكلة هكذا إلى عصر البابا ديمتريوس الكرام البابا الإسكندري وحاول التوفيق لأن البابا ديمتريوس الكرام كانت له موهبة الحسابات وهو الذي وضع أساسات المادة التي ذكرناها مادة حساب الأبوغتي لكي يعمل بين الفريقين وقال في هذا الحل أن يكون الصلب يوم الجمعة وتكون القيامة يوم الأحد مع الارتباط بيوم بتاريخ 14 و16 النساء كيف ذلك الارتباط 14 و16 اللي هو يوم الصلب عندما يأتي بعد الفصح توضع من خلاله قعدة أن لا يعيد بعيد القيامة إلا بعد عيد الفصل فلا يأتي المرموز إليه قبل الرمز وفي هذا الأمر في مجمع نقياء المسكوني عندما نظر المجمع إلى هذا الأمر وضع القاعدة الآتية البند الأول الحفاظ على أن يكون تذكار الصلب يوم الجمعة وتذكار القيامة يوم الأحد وليس في أي يوم من أيام الأسبوع والقاعدة الثانية أن يكون لعيد القيامة ارتباط بيوم 14 نيسان وهو يوم عيد الفصح عند اليهود حتى لا يأتي المرموز إليه لو سيد المسيح قبل الرمز وهو خروف الفصح لذلك قرر المجمع مبادئ محددة المبدأ الأول أن يعيد عيد القيامة دائما يوم الأحد ثانيا أن يكون الأحد هذا هو الأحد التالي ليوم 14 نيسان وهو موعد عيد الفصح عند اليهود وليس قبله كما أشرنا لأن المرموز إليه لا يأتي قبل الرمز الأمر الثالث أن هذا الأمر يحتاج إلى تحديدات فلكية ومدينة الإسكندرية كانت مدينة مشهورة في العلوم الفلكية وخاصة في أيام البابا ديمتريوس الكرام فحدد المجمع أن يقوم بتحديد هذا الأمر الفلكي بابا الإسكندرية ويكتب هذه التواريخ في رسالة ترسل إلى كل الكنائس وتسمى الرسائل الفصحية ترسل هذه الرسائل إلى كل الكنائس وتسمى الرسائل الفصحية فواضح هنا أن الأمر بعيد القيامة له قاعدة متعلقة بالناحية الإيمانية ومتعلقة بالناحية التاريخية لما حدث في مع بولي كاربوس أو أزمير أو ما حدث في عرض هذا الأمر على مجمع نقيا وكان الحل والقاعدة أن نعيد بعيد القيامة المجيد في الأحد الذي يلي فصح اليهود ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه وليبارك كل عمل يدك فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها ترجمة نانسي قنقر